معانا على زوم الدكتورة نرمين نعمان الكاتبة واخصائية الصحة النفسية واللي هتكلمنا اكتر عن اهمية الاستعانة بخبير نفسي او اجتماعي في حل مشاكلنا واعتقد ان برضو الاظهر الشريف بيستعين بالدكاترة نفسية او تخصص صحة نفسية برضو ده هنعرفه منها مساء الخير يا دكتور مساء الجنور ازايك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله خير دكتور كنت عايز اعرف من حضرتك يعني احنا بنسمع دلوقتي مصطلحات جديدة فاحنا بنحاول دلوقتي من دورنا هنا من التلفزيون ان احنا نعرف الناس يعني ايه اخصائي نفسي ودوره ايه الاجتماعي في وحدة لم الشامل من وجهة نظرك يعني تمام هو في الاول انا حابة ارحب بحضرتك وارحب بالسادة للمشاهدين وحابة قسني جدا على هذه المبادرة وزي بحيك بتقولي هي موجودة من 2018 وانا شايفة ان دي خطوة مهمة جدا 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 علشان اعادة بناء اي مجتمع بيعاني من اي مشاكل سلوكية واعتقد ان احنا في الفترة الاخيرة في الحقبة الاخيرة اخر 10 سنين لازم كان يكون فيه تدخل من المجتمعات المدنية وزي طبعا يعني جهة كبيرة زي الاظهر ففكرة اصلا وجود لم الشامل ان انا اقدي او اقدم للمجتمع المصري بكل طبقاته الدعم النفسي والاجتماعي اللي الاثرة فعلا تحتاجه والافراد انا عايز اعرف بس يعني اللي هو بند تخصص الصحة النفسية في لم الشامل يعني حضرتك هل بيختلف على نوع المشكلة يعني نوع المشكلة بتروح تبق انت عارفها المشكلة دي محتاجة متخصص صحة نفسية ولا ايه نوع المشكلات اللي بتدخلي فيها طيب خلينا الاول نعرف اهمية الاخصائي النفسي في المجتمع المدنة الاخصائي النفسي ده شغلته ان هو بيعمل تحليل للسلوك علشان لو حصل اي شيء غير طبيعي في سلوكيات الاسرة من اول الاطفال لحتى الاب والام هو من دوره ان يعمل تحليل لهذا السلوك ولو هذا السلوك يجب عليه او بيحتاج الى تعديل ده بيكون دور لو الموضوع بيكون في اي امراض نفسية بيتحول هذا الفرض ليه طبيب علاج امراض نفسية وممكن يكون فيه ساعتها علاج دوائي فكل ده بيتقدم ده معناها ايه ان الاسرة دي يكون عندها زي علم او معرفة او وعي ازاي نقدر نعمل اسرة ازاي نعمل كادر في الاسرة بشكل سليم ازاي كل واحد يبقى له دور ويمكن الادوار دي تتم بشكل طبيعي ما يبقاش فيها اقحام او ارغام عشان نتجنب كل الحاجات اللي احنا ما نشوفها من التعنيف الاسري والمشاكل الاسرية اللي بتحصل او حتى بعد كده لو حصل ان الاسرة دي لم يكتب لها النجاح وحصل مثلا الموضوع الاطلاق حتى التعامل الاسري الاطفال ما تبقاش فيه ما ندخلش بقى في مشاكل الرؤية وان انا امنع الاب ان يشوف ولاده والحاجات دي قوله وايه ان الاسرة دي لا تتعرض لاي امراض نفسية ولو اي فرد من افراد الاسرة يعاني من مرض نفسي يجب ان هو يشوف طبيب علاج امراض نفسية علشان الضرر ده بيكون بالغ على الاسرة كلها بس يا دكتور يعني انا الحتة دي مهمة قوي ويمكن احنا كمصريين لغاية دلوقتي احنا في عشرين تلاتة وعشرين وانتو عارفين ان انا ما بكدبش وما بحبش اقول اي كلام لغاية دلوقتي احنا بنكسف وبيبقى كده ما اقدرش اقول كده قدام جوزي ان انا رايحة لدكتور نفسي او اخصائي نفسي او هو نفس الحكاية لكن الموضوع عاجبني لان مدام احنا الازهر يعني انا لما اروح وحدة لم الشمل ولاقي معايا كمان دكتور اخصائي نفسي ده بيفرق معايا انا كنفسية او قدام جوزي او قدام اي ان كان المشكلة انا راحة فيها انه لا دل ازهر هو احنا عندنا دايما ثقة في مؤسسات الدينية بتاعتنا يعني مجرد ما الازهر الشريف انا لو رحت بكلم في المشكلة وجايب لاخصائي نفسي بقى ده بالنسبة لي مصرح به ده بالنسبة لي خلاص يعني انا يعني من بعدين مش هراجع مش هراجع ورا الازهر كلنا مصريين كده كل مسلمين كده فده مهم جدا ان نبتدي يعني ايه عارفيني الناس ايه نبتدي نفهم من ده عادي ان ده مش عيب لا عيب ولا حرام ان انا يبقى فيه دكتور اخصائي نفسي ما يمكن انا عندي مشكلة في شخصيتي من وانا صغيرة انا متربية على عقدة معينة ومش باينة بس بانت لما انا اتجوزت بانت لما انا خلفت طب وايه المشكلة مادام انا عايزة بيتي يكمل لما يبقى فيه اخصائي نفسي يماسك مشكلتي ويحط ايده على المشكلة وتعالج ترجمة نانسي قنقر